نروح كمان لطبعا وزير الشباب ورياضة أشرف صبحي التقى طبعا بأعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة لمناقشة التصور النهائي للمشروعات الاستثمارية المقترحة تنفذها داخل الهيئة كمان أكد وزير الشباب ورياضة على أهمية هيئة استاد القاهرة أحد أكبر المؤسسات الرياضية داخل مصر والحرص على تحديث منشآته وتطورها وتحقيق كمان العوائد المالية المناسبة واتخاذ المسارات الواجبة لتحويله الهيئة اقتصادية بتخدم المواطنين والمجتمع وده طبعا تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد طبعا تأهلها وتحدثها ورفع كفاءتها أشار طبعا صبحي إلى أن الوزارة بتسعى نحو تعظيم الاستثمار داخل منشآت الشبابية ورياضية دي في جميع محافظات الجمهورية بمشاركة القطاع الخاص ضمن مشروع الطرح الاستثماري وفق الضوابط والقوانين الحاكمة في الشأن ده أعتقد طبعا هو البنية التحتارية دي في مصر شاهد طفرة غير مسبوقة وأعتقد كمان أن التفكير في فكرة أنها تكون منشآت استثمارية يعني يبقى ليها عوائد تمكن القائمين عليها من حسن إدارتها وحسن صيانتها وتطويرها مع توفير كمان في نفس الوقت إضافة وخدمة مجتمعية أعتقد ده فكر يحترم جدا ونتمنى أنه مش بس استاد القاهرة يعني مصر الحقيقة فيها عدد كبير جدا من الملاعب والاستادات والصلاة المغطاة من الممكن أنه بنفس الفكر وبنفس الطريقة يتم استثمارها بشكل كبير اشتركوا في القناة